حربط الزمالك بالأهلي في خبر مهم وخبر مشترك قبل ما أستفيد في الحديث عن أخبار الأهلي بشكل سريع عشان استقبل ديفنا في حلقة اليوم لكن خليني أقول لك أن وركز معايا وأنا لما هقول لك حاجة من الكواليس وخصوصا كمان لما تكون لي علاقة بموضوع الانتقالات فركز معايا قوي ركز معايا قوي حتى لو إحنا مش فاطر الانتقالات دلوقتي لكن درمان بفئة حديث كتيرة جدا فأنا هوضح لك جزئية مهمة جدا والتصريح أو الكلام بالزبط حاول تاخده بدقة أحد الوكلاء عرض على النادي الأهلي التعاقد مع اللاعب سيف فاروق جعفر تاني أحد الوكلاء تواصل مع النادي الأهلي وعرض عليه التعاقد مع سيف فاروق جعفر نجم نادي الزمالك وأحد أبرز اللاعبين الصاعدين واللي خلال المرحلة الأخيرة هو يمكن أحد يعني اللي يمكن هو الأبرز بالنسبة لفرقة الزمالك بالتحديد فالرد إيه أو الكلام مشي في أنهي طريق خليني أقول لك أن طبعا سيف فاروق جعفر عقده حينتهي مع نهاية هذا الموسم فالناس هنا حتى تساءل عن موقف الأهلي لما تم العرض موقف اللاعب وموقف نادي الزمالك خليني نبتدي بموقف نادي الزمالك نادي الزمالك حاول تجديد تعاقد سيف فاروق جعفر كان نرد سيف وهنا حنتكلم على موقف سيف أن اللاعب قال أنا دلوقتي مركز مع الفريق في المرحلة الصعبة الحالية فده مش توقيت نتحدث فيه أو نتكلم فيه عن تجديد تعاقد طيب هنا الناس هتسأل عن موقف النادي الزمالك لما تم عرض اسم اللاعب هو مجرد عرض من أحد الوكلاء وفي نفس الوقت ممكن سيف نفسه ما يكونش على علم أو دراية بالخطوة دي لكن هو طبيع وظيفة الوكيل أو دوره أن هو بيحاول يجلب عدد من العروض خصوصا لما يكون اللاعب بتاعه وعقده بيكتر من الانتهاء فلما يكتر بالعقد من الانتهاء فأنا كوكيل بشتغل بحاول أشوف هنا 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 حتى لو النادي الأهلي حتى لو هو ابن من أساطير نادي الزمالك وكابتن الكبير الكابتن فاروق جعفر فده دور الوكيل مش معنى كده أنه ممكن يكون سيف مرحب الله أعلم سيف ما أكيد ما عندهش رد واضح أو يعني صريح بخصوص هذه الجزئية خلال المرحلة الحالية لكن العرض تم تم رد بقى وماك في النادي الأهلي والناس هنا منتظر أكيد المعلومة في هذا الشأن النادي الأهلي حتى الآن لم يفكر أبدا في أي صفقة من الصفقات خلال المرحلة المقبلة ممكن يكون اسم مطروح ليه لا اللاعب ماشي بشكل كويس لكن كقرار لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن التعاقد مع صف من عدم هو لاعب في نادي الزمالك وأكيد الأهلي بيحترم جدا جدا مسيرة اللاعب وبيحترم جدا حساسية المرحلة بالتحديد فيما يتعلق بالمباريات والمنافسات المختلفة على مختلفة الأصعيدة بالنسبة للزمالك وأيضا بالنسبة لفرقة النادي الأهلي فده معلومة كده حبيت بس أقولها لك لأن دي جزئية من الجزئيات المهمة واللعب بعده بنتهي نفس الحال بالنسبة ليوسف أزمن به يوسف أزمن به قعده بنتهي معناها تازم موسم لكن فيش أي عرض أو فيش أي حديث بخصوص الوقلة بخصوص انتقال يوسف للنادي الأهلي ومشي بشكل طبيعي لكن أنا بقول لك بعض الكوليس طيب تعالى